بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اهلا بكم متابعيننا الاعزاء معاكم محمد احمد حنفي النهاردة ان شاء الله هنتكلم على طريقة الكتابة بالعربي في برنامج كاب كات بداية لا تنسى تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد يقابلنا مشكلة كبيرة في الكتابة باللغة العربية في فيديوهات كاب كات مثال على كده انا عندي هنا فيديو على برنامج كاب كات وهحاول اكتب عليه بالعربي تعال نشوف مع بعض كده هبدأ افتح الفيديو ده او حتى اعمل مشروع جديد عندما اضغط على تيكست او النص واختار اد تيكست او اضافة نص ممكن من الستايل اختار شكل الخط او لونه ممكن اختار اي ستايل او اي شكل عندما اضغط جوه المربع بتاع انتر تيكست او اكتب نص وحاول اكتب بالعربي مثلا نكتب كلمة اهلا بكم طبعا شايفين الكلام اول حاجة معكوس وكمان الحروف مش لازق بعض طبعا دي مشكلة كبيرة جدا تعال نشوف حالها اول حاجة هنتأكد ان تطبيق الكاب كات متحدث وطبعا ده عن طريق اللي انا بروح لمتجر التطبيقات بلاي ستور واكتب هنا في شريط البحث كاب كات واضغط على اول نتيجة بحث واروح على تطبيق كاب كات فيديو ادوتور اضغط عليه وادوس على كلمة update او تحديث علشان احدث لاحدث نسخة نرجع لتطبيق كاب كات نفسه واخرج من تصميم الفيديو ده وانيجي من فوق على علامة الاعدادات اللي هو الشكل السداسي ده واضغط عليه هلاقي من فوق app language او لغة التطبيق واضغط على السهم ده وبدل اللغة الانجليزية هاختار اللغة العربية وقال له done او موافق هنلاحظ ان البرنامج فعلا اتحول للعربي تعال مع بعض بقى نفتح اي فيديو او اعمل اي فيديو جديد زي ما حضراتكم شايفين فعلا الكلمة الكتبت بشكل مزبوط نجرب نضيف نص تاني تعال نكتب اي كلمة جديدة هلاقي هنا حرف t مكتوب تحته كلمة نص اضغط عليه اختار كلمة اضافة نص ممكن اختار اي نمط من القناة اغير الشكل ودخل النص هكتب الكلمة اللي انا عايزها هكتب مثلا مرحبا بكم هنلاقي فعلا الكتابة ضبطت معايا وممكن اروح على خانة الخط هلاقي هنا كمان انواع خطوط كتير ممكن اغير لها وممكن اكبر واصغر حجم الخط بكده نكون قدرنا نكتب بالعربي في برنامج كوب كت لو عندك اي سؤال سيبه في تعليقات الفيديو بشكركم من حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته